أكثر عرضة للخطر أكثر ضعفا وأعلى نسبة وفيات حديث أممي عن اليمن البلد الذي يقف وحيدا في مواجهة وباء عالمي فتاك دون سلطة صحية موحدة وبمنظومة رعاية منهارة ودعم مالي لا يكاد يذكر فاليمن هي أكثر دول العالم ضعفا في مواجهة فيروس كورونا وفق أنطونيو جوتريش الأمين العامل المتحدة الذي أكد خلال مؤتمر صحفي بأن أكثر من 17% من إجمالي المصابين بكورونا يموتون وتعد هذه أكبر نسبة وفيات على مستوى العالم بأسره لذا فإن اليمن يحتاج بحسب جوتريش إلى دعم مالي كبير لمواجهة تحديات خلقها وباء كورونا مشيرا إلى أن المتمر الدولي القادم للمانحين الدوليين يجب أن يضع في أولوياته تقديم نصيب أكبر من الدعم لليمن كانت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ قد سجلت آخر إحصائياتها حتى الثامن والعشرين من مايو الجاري وصول عدد الوفيات إلى 57 حالة من بين 278 حالة إصابة مؤكدة في مناطق الحكومة الشرعية في الوقت الذي لم تصح فيه ميليشيا الحوثي سواء عن أربع حالات إصابة بينها حالة وفاة وسط تشكيك محلي ودولي في عدد الأرقام الحقيقية المعلنة لا يعلم تحديدا ما الذي يمكن أن يفعله المجتمع الدولي لمساعدة اليمن في مواجهة كورونا في ظل انتقاد الأمم المتحدة للدول الفاعلة في مجلس الأمن بالعجز عن مساعدة البلدان الضعيفة والشلل في اتخاذ قرارات موحدة وفيما هو واضح فإن اليمن بكل ضعفه السياسي وهشاشة نظامه الصحي لا يزال يقف وحيدا في مواجهة حروب وكوارث ووباء كورونا ترجمة نانسي قنقر